السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الاعزاء ومتابعي قناة بطا عربي. اسعد الله وقاطكم بكل الخير. بنحل مع بعض امتحان محافظة مطروح عشرين تلاتة وعشرين. السؤال الاول في الامتحان التعبير. في التعبير الابداعي بنختار الموضوع اللي نقدر نكتب فيه اكتر. الموضوع الاول بيتكلم عن القراءة. الموضوع التاني بيتكلم عن استغلال الوقت الفراغ. وبنفس الطريع اللي تعودنا عليها هناخد الدرجة كاملة ان شاء الله. وفي التعبير الاجباري الوظيفي لفت. المهم شكل اللفتة المستطيل بتاعها. واكتب اي لفتة عن العمل. العمل يحقق النجاح. العمل يحقق المجد والرفعة. اي لفتة خط الدرجة كاملة. والسؤال اللي بعد كده الكراءة. السؤال الاول من درس الحياة دقائق وثواني. وقد ضرب العلماء اروع الامثلة في كيفية الافادة من وقت الفراغ. حيث التفكر والتأمل والمراجعة والمحاسبة. ضرب العلماء يعني قدم العلماء اروع الامثلة. عكس اروع. عكس اروع اسوأ او اقبح. اقبح. ما اثر التفكر والتأمل في حياة الانسان. بالتفكر والتأمل. يصل الانسان الى دقائق المعرفة. واخبار الكون. وقدرة الاعجاز الالهي في التهيئة والصنع. وممكن اقول له برضو بالتفكر والتأمل يستطيع الانسان ان يغير مجرى الحياة. ويجعلها افضل مما نظن وارقى مما نتخيل. بالتفكر والتأمل يساعد الانسان البشرية. ويخلد اسمه في سجل العلماء والنبيهين. السؤال اللي بعد كده من القصة. من قصة الطموح جارية. الف. تخير الاجابة الصحيحة مما بين القوسين في ما يلي. واحد. كافأة نجم الدين رسول مالك السقلية بي. قلادة من الذهب. خلعة. خلعة غالية. اتنين. اهتزت القاهرة ومصر لذلك الخبر. وثارت النفوس كلها ثورة عارمة. المراد بالخبر مرض نجم الدين موت خليل. قدوم الحملة الانجليزية. لا قدوم الحملة الفرنسية. ب. بين سبب تكوين جمعيتين سريتين في القاهرة وضمشق. سبب تكوين الجمعيتين هو بث الكراهية للفرنج. ومن يلوذ بهم. من يحتمي بهم. وتوحيد الصفوف. وتعبئة القلوب ليوم الفصل. يوم المعركة مع الفرنج. السؤال اللي بعد كده. الكرام متحررات المحتوى. القوة الحقيقية هي ان تملك نفسك عند الغضب. ان هذه القوة هي التي تمنح العلاقات الانسانية سلامتها. وهي مانعة الانسان ان يهوى في مزالق الحمق والتهور. ومهاوة التمزق والقطيعة. وحين تكون هذه القوة سمة الشخصية بالنسبة لافراد المجتمع. فان العلاقات الانسانية تستقر على قواعد صلبة لا تهتز ولا تتداعى. مضاد القطيعة الوصال. اه الوصال. اتنين. مراضف تتداعى. تتداعى تتهدم. با حدد بعض المكترحات التي تضمن استقرار المجتمع من خلال فهمك الفكرة السابقة. هقول له من خلال الفكرة ان يملك الانسان نفسه عند الغضب. السؤال اللي بعد كده من النصوص. السؤال الاول الاكباري سفنة نوح. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. حتى اذا جاء امرنا وفارة طنور. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلكة. الا من سبق عليه القول. ومن امن. وما امن معه الا قليل. تخير الاجابة الصحيحة. جمع امرنا. حتى اذا جاء امرنا. جمع امر اوامر. يبقى امور لا. اوامر اوامرنا. اتنين. المراد بالطنور. الطنور اللي هو الفرن. نبع المأبق هو من الفرن. با بما امر الله تعالى سيدنا نوح عليه السلام في الاية السابقة. حتى اذا جاء امرنا وفارة طنور قلنا ايه? اهو امروا بان يحمل في السفينة من كل زوجين اثنين. واهله الا من سبق عليه القول امرأته وابنه ومن امن والمؤمنون وكانوا قليل. جيم. وضح الجمال في قوله تعالى. وما امن معه الا قليل. ما امن الا. ده اسلوب مؤكد? هنقول له اسلوب مؤكد بالنفي والاستثناء. دال. بدأ الطفان وارتفعت امواجه ونادى نوح ابنه ليركب معه السفينة. ولكن ابنه رفض. اكتب الاية التي تدل على هذا المعنى. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه. وكان في معزل يا ابني يركب معنا. ولا تكن مع الكافرين. والاية اللي بعدها مش مكررة علينا. يعني رفض الابن ده مش مكرر خلاص. السؤال التاني اجيب عن سؤال واحد فقط من السؤالين الاتيين. من نص خلال كريمة. اني لتطربني الخلال كريمة. طرب الغريب باوبة وطلاقي. وتهزني ذكرى المرؤة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. فاذا رزقت خليقة محمودة فقد استفاك مقسم الارزاق. الف تخير الاجابة الصحيحة. مفرد الخلال الخل. مضاد اوبة. اوبة يعني عودة او رجوع. يبقى عكسها سير عدو ذهاب اقامة الذهاب. يذهب عكسها يعود. با كيف صور الشاعر حبه للصفات الكريمة بسعادة الغريب عندما يعود ويلتقي اهله واحبابه. وضح الجمال رزقت خليقة. هنقوله بيشبه الخليقة بالهدية التي يمنحها الله لمن يشاء. ورزقت مبني المجهور للعلم بالفاعل. ووصف الخليقة بانها محمودة ليميزها. وخليقة ناكرة للتعظيم. طرب الغريب باوبة وطلاقي ولا اوبة بس? عودة ورجوع ولا عودة? هنقوله لا. طبعا التعبيري الاول. اوبة وطلاقي. ولماذا? لان هنقوله لان السعادة لن تكتمل الا باللقاء. لن تكتمل بالعودة فقط. السؤال اللي بعد كده من نص حب الوطن يقول الشاعر ومن يظلم الاوطان او ينس حقها تجوه فنون الحادثات بازلمي. وما يرفع الاوطان الى رجالها وهل يترقى الناس الا بسلمي? ومن يتقلب في النعيم شق به اذا كان من اخاه غير منعمي. تخير. مرادف يترقى. وهل يترقى الناس? يعني يترقى ينحط يتأخر يرتفع يتخلف يرتفع. مضاد اخاه اذا كان من اخاه غير منعمي. عكس اخاه عدوه. رافقه صاحبه عوان عاداه. با ما جزاء من يتنكر لفضل وطنه? تلاحقه المصائب. تلاحقه المصائب. تجئه فنون الحادثات بازلمي. ويصبح الحيوان والجماد افضل منه. جيم. وضح الجمال في قول الشاعر. تجئه فنون الحادثات. هنقول له تعبير جميل. بيشبه الحادثات المصائب بانسان يأتي لمن يظلم وطنه وينكر فضلها. يتقلب في النعيم ولا يعيش في النعيم? لا بيتقلب طبعا بيتقلب في النعيم. ايهم اجمل التعبير الاول بيدل على كثرة النعيم وتعدد الوانه وانواعه. السؤال اللي بعد كده النحو القطعة بتقول النجاح في الحياة هدف. النجاح مبتدى. ما له النجاح في الحياة? ايوة ما له? هدف. هدف. يبقى هدف دي هنعرفها خبر خبر مرفع وعلامة رفع الضمه. هدف اسمه. اسمه دي نعت. على وزن افعل. اسمه تفضيل. يسعى اليه الناس. ولا يحققه الا المجدون. لا هنا نفي ولا نهي. لا دي نفي. مش هتأثر في الفعل المضارع. يبقى يحقق ده فعل مضارع مرفوع. مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمه. يحققه. والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. لو معربتش الضمير عادي. مش مشكلة. الا المجدون. المجدون دي مفردها مجد. مجدون. دي اسم فاعل من اجدة. فعليك ايها الطالب. الطالب اسم فاعل من طلبة. انتو حقيقه بعقل يقز. يقز صغير مبالغ على وزن فاعل. وعمل مميز. مضموم اوله مفتوح ما قبلها اخيره. تبقى اسم مفعول. من الفعل ميزة ضم اوله واكثر ما قبلها اخيره. ميزة. اعربنا. الاستخراج صغير مبالغة. هنقول له كلمة يقز على وزن. يقز على وزن فاعل. اسم المفعول عندنا مميز. اذكر فعله مضبوطا بالشكل. هنقول له من نمو يزة. ضم اوله اكثر ما قبلها اخيره. جيم. اجب بما هو مطلوب امام كل عبارة مما يأتي. واحد يتقدم الطالب المثالي بالقراءة. عبر عن مضمون الجملة باسلوب تفضيل مناسب. يتقدم الماضي تقدما ده غير سلاسي. يبقى نقول اكثر تقدما. يبقى نقوله الطالب المثالي اكثر تقدما بالقراءة. اتنين صغ الفعل احتلة في جملتين بحيث يكون في الاول اسم فاعل وفي الثانية اسم مفعول. هقول مسلا في اسم الفاعل هنقول اللي عادو هو اللي محتل محتل الارض. وفي اسم المفعول هقول الارض الارض محتلة. يبقى دي بقت اسم مفعول. سهل اللي بعد كده دال الرجل مزياع للاخبار. استمع الرجل الى المزياع. حدد نوع المشتاق. مزياع بيزيع كتير ده هنا الرجل مزياع ده صيغة مبالغة. انما في الجملة التانية استمع الى المزياع ده اسم الى. ها تخير الاجابة الصحيحة. النادي ده المكان اللي هيلتقي فيه الاصدقاء يبقى على طول اسم مكان. اتنين وزن كلمة يضعه. اجيب الاول الماضي الماضي وضع. وضع على وزن فعلة. الو مش موجودة. يبقى ضع على وزن عل. طب ايه الزيادة? في وفيها في الاخر. يبقى يضعه على وزن يعيله. يبقى هنختار يعيله. والسؤال اللي بعد كده الخط والاملاقة باتمنى لكم التوفيق. شكرا لحسن استمعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.